تعريقاً على أنباء بالشأن إتفاق لوقف ترقنار لن تدخل إسرائيل عن القطاء على هماس وضمان إعادة جميع رحائنا ولن يشكل قطاع غزة تهديد أمنية لإسرائيل أبداً لن تكون هناك وقف لترقنار كانت هناك هدى لأخراض إمسانية وقد انتهكت حماس هذا إتفاق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتالياه يوم الأربع وقع أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة حتى تحقق انتصاراً كاملاً ومطلقاً مؤكداً أن العمليات العسكرية في قطاع غزة تهدف إلى إسقاط حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثة عن أنه تحت الوساطة النشطة لعدة أطراف أحرزت حماس بعد التقدم مع إسرائيل حول وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد في قطاع غزة وخلال هذه الفترة سيتم تبادل الأسر بين الجانبين جدير بالذكر أن قطر والولايات المتحدة ومصر بذلت جهوداً ديبلوماسياً منذ نهاية ديسمبر العام الماضي وذلك من أجل وضع اتفاق إطاري لتعليق الصراع والسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعلى الرغم من إحراز تقدم حول وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد بين إسرائيل وحماس إلا أنه لا يزال هناك خلاف بين الجانبين حول كيفية إنهاء الجولة الحالية من الصراع إلى الأبد كما رفضت حماس دفع المفاوضات حول وقف مؤقت لإطلاق النار قبل مناقشة كيفية التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار